قرار لجنة السلوكيات التابعة للكنيسة إبعاد نواب القائمة المشتركة الذين يمثلون حزب التجمع عن جلسات هيئة الكنيسة ولجانها أثار ضجة في الأوساط السياسية في إسرائيل النواب أنفسهم يقولون إن القرار اتخذ بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو الذي تقدم شخصيا بشكوى رسمية ضدهم في لجنة السلوكيات كما أن لقاءهم أسر منفذي العمليات المقدسيين في الثاني من الشهر الجاري هو جزء من عملهم المستمر لإعادة جثامين المنفذين إلى ذويهم إسرائيل بالمناسبة ترفض أن تتحدث مع السلطة الفلسطينية في موضوع جثامين القدس لأنه تعتبر القدس جزء من إسرائيل نحن حاولنا أن نساعد في هذا الموضوع ونتنياهو استغل الفرصة وقام بالتحريض علينا وفرض جو نوع من الإرهاب الفكري والسياسة داخل الكنيسة لكل أيدو لكل مشاورة في المقابل قال نواب في اليمين إن قرار الإبعاد ليس كافيا بالنظر لما وصفوه بعدم ولاء النواب للكنيسة وتأييدهم الإرهاب أعتقد أن تصرف هؤلاء النواب يدفع جزءا من المجتمع العربي إلى التطرف وهم ليسوا مثالا يحتذبه وتصرفهم لا يحترموا حتى الجمهور الذي انتخبهم وهم يضرون بالمجتمع العربي في إسرائيل وكان رؤساء كتل الائتلاف الحكومي قد توافقوا على مشروع قانون يخول الكنيسة بأغلبية 90 نائبا إقصاء أي نائب فيه في حال أيد الصراع المسلح أو زار دولة تصنفها إسرائيل عدوا أو دعم منظمة تصفها إسرائيل إرهابية فيما ينتظر أن تقدم الشرطة الإسرائيلية نتائج تحقيقها في لقاء النواب أسر منفذي العمليات للمستشار القضائي الذي سيقوم بالبت في الوجهة القانونية للزيارة بينما فهم المواطنة والهوية القومية يقع النقاش القائم حاليا حيال النواب الثلاثة فبينما تشترط إسرائيل المواطنة بالولاء الكامل لها يرى النواب العرب أن انتماءهم الوطني لا يقلل من أهمية كونهم مواطنين في إسرائيل شيرين يونس كاينيوز القدس